محمود الخطيب كان حريص على التواجد في أكثر من مباراة تواجدت في الهلال السوداني، تواجدت في سانداونز، تواجدت في الوداد وعادة رئيس النادي الأهلي يتواجد في المباريات النهائية محمود الخطيب رغم ظروفة صحية لكن تواجد في هذه المباريات ليش؟ الأول أتكلم عن ظروف الصحية، الحمد لله أنا أحسن الأول أنا عندي شوية حاجات بسيطة يعني، إن شاء الله طبع بسيطة ومحتاج بس أن أخذ بالي من نفسه شوية لكن أنا الحقيقة تعملت مع الموضوع ده مش كرئيس ناتي أنا تعملت مع الموضوع ده وقت كالعب كرة حاسس باللعيبة وحاسس بيهم ونفسي أبقى يشوفوني وأشوفهم بركب معهم الطيارة أقعد معهم في الفندق بأكل معهم بشرب معهم عايزين نشوف بعض في التمرين نشوف بعض كتير كصفتي الميدانية في الملعب يعني رئيس النادي ليه العرف يقولك آخر مبارا؟ ليه أنت رئيس النادي اللي عنده من الوقت وعنده منها القدرة إنه هو يعيش فترته النادي الناس مخترانة ليه؟ إذا كان الأعضاء أو الجمهور بيختراك وبيدعمك ليه؟ عشان تدي وقتك كله للنادي لكن أنت مش رايح عشان تبقى قعد يعني يؤسس كده لا تدي وقتك للنادي وتدي وقتك للأعضاء للنادي كرياضة وكأعضاء وخدمات الناس الناس فترة صغيرة الناس بتختارك فيها يا أخي رعي ربنا في أدائك مع الأعضاء ومع الرياضة والمنشئات وكلام يعني أنا في تواصلي مع اللاعبين ونتكلم عن البطولة يقولك واحد من الأسباب اللي خلتنا عندنا ندخل المباريات ولازم نفوز فيها في كل مكان نشوف محمود الخطيب معنا في المطعم معنا في الفندق معنا يعني فحسينا مسؤولية أكبر والله طبعا أنا بشكرهم جدا على مشاعرهم اللاعبين وأنا حاس بيهم فعلا يعني لكن أنا كمان من كتر يعني علاقتي بالنادي الأهلي من كتر حب للنادي الأهلي أنا ما قدرش يعني حاس إن أنا كنت لازم أعمل كده لازم موجود يمكن ده ما قدرش أعمله تاني الله أعلم حسب ظروفنا برضو بقى الصحية بس حس الكروي خلاك ده مهم لإن أنا كنت أنا حاس كده أنا كنت عملت كده مش رئيس نادي دعم أنت كالا عيب كرة سابق أحب ما موجود في المحافل دي أحب ما موجود في التوقيت ده أنا ما بكلمش كتير يعني بروح معهم أنا بكلمش كتير بس مجرد إنه ما أكون موجود وامشي معهم وأشوفهم ويشوفوني أعتقد يعني هادي من حاجة ولأ هو الحاجة اللي أنا بشكر ربنا صلحه وتعالى عليها كمان وبشكرهم إن حاسين هم بدا فده شيء أسعدني جدا ويمكن أتمنى يكون بس ولو لي ولو يعني حاجة بسيطة جدا في إعادة الثقة للأولاد اللاعبين في تحقيق البطولات اللي المفروض يحققها شكرا